بايرن ميونيخ رسمياً بيعلن رحيل توماس توخل مدير الفني بس في نهاية الموسم نتائج سيئة جداً لبايرن ميونيخ السنة دي في معظم البطلات اللي بيشارك فيها بايرن ميونيخ فخلاص خدوا قرار في نادي بايرن ميونيخ أنه يعني توماس توخل ده حيكون آخر موسم ليه مع بايرن ميونيخ وفي نهاية الموسم حيرحل عن تدريب نادي بايرن ميونيخ يورجين كلوب مدرب ليفر بول خد قرار حلو قوي بيقولك الرجل شغال بقى له فترة كبيرة جداً في التدريب فالسنة الجاية بعد ما يخلص عقده مع ليفر بول يبقى يواصل بقى شغله بعد كده وكان خلي بالكو يورجين كلوب كان عنده عروض جامدة جداً الفترة الجاية يعني يورجين كلوب مرشح كانوا مرشحين ويمسك بايرن ميونيخ بعد ما توماس توخل يمشي في نهاية الموسم كمان يورجين كلوب كان مرشح لتدريب برشلونة الأسباني النتشافي خلاص برضه حيمشي في نهاية الموسم فرغم أنه عنده عروض جامدة جداً ومرشح في أندية كبيرة جداً على مستوى العالم لكن الرجل واخد قرار أنه هو يريح الموسم القادم سيرخو راموس نجم طبعاً الأسباني ومدافع إشبيلية الحالي في مباراة يوم الحد الجاي ما بين إشبيلية وريال مدريد فراموس بيقول لو أنا سجلت جون في مرمى ريال مدريد مش هحتفل إن أنا نادي ريال مدريد دا ليا ذكريات كبيرة فيه وقاضيت سنوات طويلة وأهم لحظاتي كانت في ريال مدريد وليا ذكريات مع الجماهير وزملائي وده بيتي فأنا بحترم جماهير ريال مدريد بشكل كبير جداً فالمطش يوم الحد الجاي إشبيلية هدلوقتي بيلعب إشبيلية على فكرة سير خراموس كانت بدايته في إشبيلية وبعدين انتقل لريال مدريد فبيقول لك لو أنا جبت جون مع إشبيلية ضد ريال مدريد مش هحتفل لما أقدرش هحتفل ضد بيتي وزملائي رونالدو بيقود نادي النصر السعودي اللي فوز على الفيحاء بصنائية والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أسيا النصر قرر فوزه على الفيحاء بهدفين ورونالدو اللي جابت جون الثاني وكده النصر بيصعد إلى دوري الثمانية في دوري أبطال أسيا في مطشط شغالة دلوقتي في دوري أبطال أوروبا نابولي وبرشلونا كم كم يا جماعة النتائج دلوقتي نابولي وبرشلونا وبرتو والأرسنال بورتو والبرتغالي مع الأرسنال في دوري الستاشر في دوري أبطال أفريقيا طيب يعني واحد واحد مين؟ نابولي وبرشلونا واحد واحد لحد دلوقتي وبرتو والأرسنال سفر سفر حتى الآن والنهاردة ليفربول كسب لوتون تاون أربعة واحد في الدول الإنجليزي بدون طبعا محمد صلاح لأن محمد صلاح كان عنده إصابة بسيطة كده فما كانش موجود في المباراة النهاردة